يا مساء الخير على كل مشاهدين اللي بيشوفونا مشاهدين برنامج لقاء الساعة على القناة الصحة والجمال بيصورين نهاردة ان انا استضيف دكتور مهم جدا في موضوع مهم جدا بيهمنا كلنا مبدئيا كلنا بنشتكي من الام العمود الفقري الروباط الصليبي, الام الركبة, الكتف حاجات كتير قوية لها علاقة بعضمينا, حاجات كتير قوية لها علاقة بموارستنا اليومية كلنا تقريبا حياتنا اليومية فيها ممارسات غلط ممكن تؤدي الى الام معينة في بعض المناطق عشان كده احنا حبينا زي ما عودناك وكل حلقة ان احنا بنجيب ضيف متخصص يكلمنا على ما يخص حياتنا الموضوع ده مقرد جدا يعني قد ايه ناس كلمتني قالتلي العمود الفقري عاملين لنا مشاكل يعني ممارستنا الحياة مش قد كده بيأثر على جودة الحياة بيأثر على نشاطنا اليوم كده حبينا تضيف معنا دكتور أشرف قد باستشاري العلاج الطبيعي لألام العمود الفقري والمفاصل والتأهيل الحركي برحب بيك يا دكتور اهلا اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين ان شاء الله الحلقة تكون نقدر نخدم بها قطاع عريض بين الناس لان المشاكل دي فعلا منتشر كتير جدا بين الناس وللأسف الناس ما بتعرفش طريقة العلاج الصحيحة التشخيص والعلاج كده شان جدا صدفنا حضرتك ان اهلا بقى مشاهدين وانتظرين الحلقة اهلا بيكم مبدئين حضرتك عندنا رباط صليبي وعندنا ألام عمود فقري وعندنا ألام في الكتف والركبة وعندنا حاجات متشعبها في جسمنا كله بيخش فيها العلاج الطبيعي خلينا نبدأ بالرباط الصليبي او اللي معروف عنه مثلا الإصابات الرياضية الإصابات الرياضية ايه هو الرباط الصليبي أصلا؟ الرباط الصليبي ده نسيد بماسك بين عظام الركبة في عظمه فوق وعظمه تحت هو ماسك العظمه من الفوق من ناحية اليبين ونازل على العظمه لتحت من ناحية الشمال تمام فايدة الرباط الصليبي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يمنع انزلك العظمه لتحت في الجسم لقدام لو الرباط ده تقطع للاقي المريضي يقولك رجل بتخني تلاقي العظمه طلعت مافيش حاجة ماسكها لان الرباط ده هو المفروض ان هو ماسك العظم لو الرباط ده تقطع قطع كله تلاقي العظمه على طول بتطلع لقدام المريضي اكثر على حركة المريض الرجل بتخونه على طول مافيش ثبات الرحبة مش ثبتة طيب هي المشكلة بقى ايه اللي بيسبب إصابات الرباط الصليبي؟ صحيح حركة التويستنج او العصر اي حد بيمارس رياضة او غير بيمارس رياضة حصل فيه التواء في عظمتين ركبة من لعبة معينة من لعبة معينة بيحصل فيه قطع في الرباط الصليبي قد يكون القطع ده جزئي وقد يكون القطع كله طبعا بيسرق في درجة الالم طبعا والورم والاستبالة او السبات بتاع الركبة نفسه السبات نفسه بمكونش مزبوط لو القطع الكل بحد معين ان هو العظمة ما طلعتش له قدام ده ممكن يتعلق بالعلاج الطبيعي مفيش جراحة مفيش جراحة لو القطع كل لابد من الجراحة لان في الحالة دي الجراحة الرباط تقطع خالص صحيح انا كعلانة طبيعي مش قدر عمله حاجة لازم محتاجك ترجع الحيال الى حد مال مستوى معين مستوى معين وهكذا طيب هي المشكلة بقى عشان نتكلم بمثالية جدا في جراحات الرباط الصليبي امتى المريض يحتاج علاج طبيعي قبل العملية وامتى المريض جراحة لا في كل أحواله هو هيعمل جراحة نتكلم بقى القطع الكلي يعني في القطع الكلي جراحة مفيش كلام بس في بعض الحالات بتحتاج إلى علاج طبيعي قبل العملية قبل العملية أتكلم حضرتك على المثالية المطلقة في العلاج طيب إمتى نقرر المريض ده ياخد علاج طبيعي قبل العملية وإمتى المريض ده ما ياخدش علاج طبيعي قبل العملية في عندنا حاجتين بالنسبة للعلاج الطبيعي قبل العملية لو كان عندي العضلة الخلفية في الركبة وسيارة اتلاقي المريض وهو طب في حالة قطع كله طبعا هو كده كده داخل العملية كده كده داخل أه بس اتلاقي المريض رجله عاملة كده الرباط الصليبي عملية الرباط الصليبي أصلا بتزود تاني الركبة فهتلاقي الركبة ماتنية أكتر فده بأثر على كفاءة العلاج الطبيعي أننا في الفرد بتاع الركبة في مرحلة التأهيل اللي بعد العملية اللي هو لازم يخش جراحة الأول بالضبط كده بس يعني نحن نتكلم بعد العملية كل كلام ده احنا بنحاول نوصل لأفضل نتاج بالنسبة بعد جراحة الرباط الصليب فلو عندي مريض عنده عضلة قصيرة ركبته ومش مفروضة لازم أفردها له قبل العملية ليه؟ يبقى هنا العلاج الطبيعي أساسي 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 لازم أفردها له لأن العملية أصلاً هتتني الركبة هتعمل أصر في العضلة الخلفية ما نفعش مريض يكون عنده أصر في العضلة الخلفية ويعمل عملية الرباط صليب أصر مع أصر عالتالي ركبة انتلت بشكل كبير ده بيبانت زي دكتور يعني أشياء معينة في تعليق لا مش مشاريع بالكشف الكلينيكي بالنسبة للعلاج الطبيعي أو جراح العظام بيشوفه يعني أي حد مننا في المريض بيشوف الزاوية بيقدر يشخص زاوية الركبة هل الركبة متنية زيادة عن لزوم وهو نعم على السرير يرفع رجله كده تلاقي ركبة متنية بالشكل ده الركبة مش مفروضة بشكل كبير لو الركبة مفروضة خلاص الموضوع بينتهي لو الركبة مش مفروضة بنحتاج كم جلسة عن طبيعي عشان أفرد الركبة يعني لو مفروضة بنخش جراحها على طول لو فيها نسبة إنحناء لازم عليك طبيعي الأول عشان أفرد يعني العملية بتزود لإنحناء ما يمباش بقى أن يجي لإنحناء الزيادة عن اللزوم وهكذا طيب في الحالة ديت بقى وفي حالة كمان يكون بعض الناس عندهم العضلات ضعيفة العملية برضو أي عملية بتضعف العضلات عملية رباط الصليبي بتضعف عضلات اللي حولين الركبة فلو أنا شايف فيه مريض عضلات ومش مزبوطة لازم بقويله العضلات دي قبل العملية برضو علاج طبيعي كل طبعا ندخل شغل علاج طبيعي طيب العملية تمت العملية إيه هي بقى القصة بتاعت العملية وإزاي بتنجح وإزاي الروباط يحصل فيه ارتخاء أو مش يحصل فيه ارتخاء وإزاي نتفادى الإصابات طبعا عندنا مثلا لعب النادي الاهلي محمد محمود ده يعني يجاله صائبة رباط صليبي في الرجل السليمة في الرجل السليمة ديت يعني الولد فيه خطأ في التأهيل بتاع اللعب يعني ده حاجة مش مظبوطة ان الولد يكون عنده اصابة في الرباط الصليبي في الرجل السليمة ده حاجة اسمه التوافق العصب الحركي ما كانش مظبوط بشكل قوي زي ما علمنا استاذنا الكبير الدكتور احمد عبدالعزيز لابد من ازاي اعلم المريض امنع الاصابة ازاي امنع الاصابة دي قصة هنتكلم عليها بالتفصيل في مرحلة بعد العملية اه بعد الجراحة الجراحة عبارة ان الدكتور الجراحة بيجيب ليف عضلية من العضلة الخلفية وبيلفها بيوصلها زي الصباح كده ويكابسنها من فوق ومن تحت بحيث ان هي تقوم بعمل الرباط الجراحة سهلة سهلة يعني اشانا بس نطمن الناس الجراحة نفسها سهلة لكن التأهيل هو المشكلة التأهيل مبعد اه اللي هو العلاج الطبيعي بعد العملية ازاي اخلي النسيج ده يقوم بعمل الرباط الصليبي اللي هو اللي ربنا خلقه اه اللي هو ربنا خلقه اه ازاي يخلي العضلة ديت اللي احنا عملناها رباط صليبي تقوم بدور الرباط الصليبي ازاي المريض يقدر يجري تاني ازاي اللعب دي يرجع يجري تاني دي لها مراحل لازم كل في مرحلة يتنفذ البرنامج فيها بدقة متنية عشان اوصل لافضل النتائج بتاخد وقت يا دكتور؟ بتاخد بالطبيع من 6 شهور لـ 8 شهور لو لعب كورة بدي يرجع تاني طب السن بيفق في جودة العملية يعني بعد العملية في جودة الشفاء اللي بيفرق هو العلاج الطبيعي كفاءة العلاج الطبيعي بعد العملية السن ما فيش حد كبير بيعمل الرباط الصليبي لان بعد مثلا الـ 45 سنة ما فيش حقيقة يقولك مش حاجري الرباط الصليبي وشلته في الجاري بيمان في الجاري اول لو حد سن كبير مش بيبقى مؤسل مش بيبقى مضطر يجري اساسا بالضبط كده طب مصر وصلت لفين في الجراحات الجراحات دي اصبحت متطورة لكن احنا عندنا مشكلة في مصر دلوقتي في العلاج الطبيعي والتأهيل ما بعد العملية لان زي ابbet لحضرتك فلان مشكلة في الثقافة ولا عندنا مشكلة فيه يعني التقافة咧 η differently مشكلة في الثقافة دي نفسه في العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي والتأهيل العلاج الطبيعي اللي بعد جراحات رباط الصليبي ليه؟ مراحل معينة أول مرحلة بيكون المريض خارج عندي ركب فيها تيابس بعد العملية فبنفك تيابس ده بحدود معينة بحيث أن أنا ما مطش الرباط هي دي بقى حتة الارتخاء في حد يروح تاني جامد فيعمل يمط الرباط أو يعمل ستريتش يشد الرباط جامد حد دكتور مثلا؟ أي حد يعني هي مديرس حديقة عايز تقولي؟ هي لها ناس متخصصة ما أنا بقولها وإحنا لازم نروح للمتخصصين بالضبط كده بالضبط كده بالضبط كده بيكون مرحلة إن إحنا بنعالج تيابس بتاع الركبة بنقوّل عضلات بمرحل معينة بنعملش تحميل كامل كل التحميل في المرحلة دي بتوى تحميل جزئي على العكازين وعلى عكاز الدكتور بقى هو صاحب القرار أنت يكون عكاز أو دين حسب شكل العضلات ملهاش توقيت معين ما قدرش أقول ده هيمشي على عكازين مثلا من مدة شهر أو شهرين اللي بيحكم قوة العضلات اللي قدامي والمريض اللي قدامي ده شكله يقدر أو ما يقدرش نعدل مرحلة تانية مش مراحل زمينية أكتر ما هي مراحل تكنيك معينة بالزبط كده وهو لازم يسمع الكلام طب عادة أي مريض رباط صليبي حابب إن هو يرجع سليم إن هو ببقى متخوف جدا يعني هو في الأخير دي رجله حياته وتعليمها كلها أو كلام مستقبل بالنسبة لي مستقبل بيبقى محتاج إن هو يتعافى جدا ويمشي ده شغل عضلاته وشغل المفصل أهم حاجة بقى في رباطه الصليبي إحنا معنا فيديو طيب يا دكتور عن الروباط الصليبي تمام إحنا هنتكلم في الفيديو برضو شغاله وهيبين الكلام يعني زي ما إحنا اتفقنا قبل الجراحة بيكون الجراحة بتسبب إن العضلة الخلفية بتأسر ما ينفعش المريض بتاعي بعد الجراحة تكون ركبته متنية أو تبقى العضلة الخلفية قصيرة من أول فترة التهيل أنا بركز على موضوع العضلة الخلفية تكون طويلة بحيث أن ركبة تتفرد لغاية الآخر لأن هي جراحة رباطه الصليبي بتأمل هي بطبيعتها بتأمل أسر في العضلة الخلفية بتأمل كسر بعد العملية بعد العملية كان ركز الولادích لابدتني نأحبó قبل لغاية الآخر لابدتني لابدتني لازم نركز على العضل الخلفية نعملها استطالة للعضلة الخلفية دي أول حاجة لأن العضلة الخلفية دي هي اللي بيتحافظ عليها على الميكانيك ك بتاعات الركبة صحيح السبق الميكانيك ك الركبة هتكون معاوجة ولا مفروضة ولا نظامها لازم يكون عندي العضلة الخلفية بعملها استطالة بشكل ما فيıl بعملها استطالة أو بالظبط بالظبط مهم ده يبقى قبل الجراحة زي ما قلنا قبل الجراحة في حالات معينة في بعض الناس بتجو عندهم أصلا هي العضلة دي قصيرة طبيعتهم كده طبيعتهم كده أه مش بيمرسوا يا الله طب في الحالات دي يا دكتور بيعمله إيه أو حيك بتتصرف إزاي بلازم بيجي زي بقول لحضرتك لو هو عندي جراح بيقوله أنا محتاج أن أنت تعمل كرسو عليك طبيب حيث أن أنت تفريد لي الركبة دي طب هل لو العضلة زي ما حدك قلت أسيرة لوحدها خلقة يعني هم مولود كده بينفع يتعمل لها استطالة؟ آه طبعا يعني أي عضلة في جسمنا ممكن يتعمل لها استطالة حتى لو طبعا 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 طيب نيجي بقى للمراحل الأهم بقى في العلاج الطبيعي المريض يزك أو المريض ما يزكش أو إزاي أربط المخ بالرباط الجديد وإزاي أخل الرباط الجديد ده حتى من الجسم اللي احنا بنسميه التوافق العصبي الحركي دي دي مراحل معينة في مراحل يقولك ما تخليش المريض يحمل على الرجل وتحميل كامل في حاجات ممكن المريض يحمل تحميل جزئي وهو قاعد وهو قاعد في مرحلة آه في المراحل الأولى يعني هو عادة الكتب العالمية بتقولك بعد ثلاث شهور يبقى تعمل لتوافق عصبي حركي أنت عاشي قاعد سيب المريض بتاعي ثلاث شهور بس المهم أن أنا أعمله حاجة ما تدروش التدريج يا دكتور التدريج بالضبط كده فأنا لما نبه المستقبلات الحسية اللي في الرباط الجديد عشان أربطها بالمخ أه محملهش مععملهش وهو واقف لأ ده ممكن يكون قاعد وحط كورة مثلا تحت رجله والرجله يتهزى على الكورة يبقى كده أنا بعمل تنشيط للمستقبلات الحسية يبقى أردر لدماغه لدماغه اللي مشتنى الرباط ده فيه يعني كذا من غير محمل فالكلام ده كله يتم هو قاعد ده في المراحل الأولى واخد بقى حضرتك إزاي يعني وفقا لقدرات المريض بتاعي بابتدى تطور ممكن يقوم نصقومة على الكورة اللي هي الكورة بتاعت الاتزان واخد بقى حضرتك إزاي بعد فترة يعني التحميل الكامل يجب أن لا يتم إلا بعد ثلاث شهور على فوق على رقبك توافق العصب الحركي لا التقليل لكون الرباط التأم التأم كامل ده من ناحية الجراحة من ناحية الجراحة طيب من ناحية المخبه بقى من ناحية المخبه فابتدى أنا وقفوا على لوحة التزان مثلا أنا مش خايف الرباط التأم تمام فابتدى بقى الضبط يقولك فيه زكة شوية فيه رجلة إيلا شوية فيه زكة أو رجلة إيلا الإشارات العصبية اللي جاية من المخ للرباط الجديد عايزة تتزبط الكهرباء اللي بينهم لازم تتزبط واخد بالحضرتك إزاي فابتدى يقفوا على لوحة التزان معينة يقف برجل اتنين وبعدين هو يبتدى يزبط نفسه المخ بقى بيبتدى يتفاعل مع رجله بتعمله زي كونكت كده مع المخ بحيث أنه هو يرجع لقواعد وفيه مراحل تاني مثلا هو وقف على لوحة الاتزان ممكن يخليه غمض عين لأن العين دي 50% من الاتزان بتاع الإنسان لما يخليه غمض عينه هتلاقيه بيركز أكتر التركيز بيزيد أكتر فيه مراحل معينة بقى بخليه بيقف بالرجل المصابة دي في نهاية طبعا بعد ما يكون خلاص تماما بيقف على الرجل المصابة فقط على لوحة الاتزان لوحة الاتزان دي نفسيها فيها أبعاد ممكن أوقف الأول على حاجة ارتفاحها 5 سنطي ممكن بعد كده أوقفه على حاجة 10 سنطي ممكن أوقف له هو العيب كورا على حاجة 15 سنطي بدرجات متفاوتة وفقا قدرات كل مريض قدامي اللي حاجة بتقيمه اللي أنا بقيمه اللي أنا بشوف قدراته إيه لعب كورا عايز درجات عالية من العصب الحركي كذا بحيث أن احنا بنوصل بنخلي الروباط الصليبي ده حتة من الجسم ساعة ما قوله اجري يا بطل في الملعب يقدر يجري بيكون خلاص الروباط التأم مع جسمه وشماخه وستوعبه هي المشكلة أن احنا بنخليه يجري ونخليه يعمل مجهود من غير ما يكون الروباط مستعد لكده فمن هنا بجا بتحصل مستعدة إكلينيكيا إكلينيكيا المخ مش مزبوط التحميل عليه مش مزبوط وده نتائجه أو أثار الجانبية تحته بأثار الجانبية تلاقيه اللعيب بيعاني من الموضوع ده كتير جدا المشكلة دي بتجيبها مشكلة مرحلة مهمة مرحلة مهمة إذا علاج الطبيعي ما هواش حركات لا خالص بس لا 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 ده موضوع طفق العصب الحركي ده موضوع علامي كبير جدا 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 شفناه في اللعيبنا الكبير اللعب محمد صلاح لما كان حصل عنده أصابة في الكاتف هنتارك في الموضوع ده برضو شغل كتير جدا معظم الجلسات بتاعته كان كلها توافق عصب حرك إذا أربط المخ بجزء المصاب لأن أي أصابة في أي مفصل أو أي رباط في الجسم بيعطل المستقبلات الحسية اللي بتربط المخ بالجزء ده في الحرك فهنا عايزة أرجع الاتصال ما بين المخ وجزء ده في الحركة وبين الجزء ده من الجسم وأوصل به إن هو يبقى طبيعي من رسبة 100% ما فيش حاجة اسمها يبقى 90% أو 90% أو 80% الرباط الصريبي اللعب الفيديو ده يا دكتور بتاعي لعلاج الطبيعي داك بالزبط بالزبط وهكذا كل الفيديوهات اللي هتلاقوها بتتوقف بنفس هذا الشكل دي مرحلة من المراحل اللي حضرتك دي مرحلة من المراحل لأن أنا بحمل من غير ما حمل تحميل كل ده تحميل جزئي بنابه الرباط إن هنا الركبة دي فيها رباط فبحاول فتشتغل بتشتغل الرباط بينتبه إن فيه حاجة مش ثابتة تحته كل مرحلة وكل مريض حسب بقى القدرات بتاعته بني ديه بقى درجات ممكن درجات أقل وفيه درجات أعلى وهكذا بهذا الشكل على حسب المريض على حسب حالته على حسب تقييم حضرتك بالزبط كده في النهاية أنا بيوصل المريض بتاعته هو يقف على حاجة مش ثابتة بيقف برجلين اتنين بيقف برجلين اتنين وهو مغمط بيقف برجل واحدة ممكن يقف برجل واحدة وديله كورة وتوافق العصب الحركي ده جزء مهم جدا حتى كانت يعني البرتوكولات العالمية بتركز عليه كتير جولك عشان أمنع الإصابة أمنع الإصابة نعمل وقايا يعني نعمل وقايا لو أنا مثلا المخي بينتبه زي لعبنا محمد محمود ده لو تعمله تأهيل حركي توافق عصب حركي كان لا يمكن يحصل له إصابة في رجل سليمة يعني لا يحصل لإصابة في الرجل السليمة هو بيعمل علاج طبيعي في الرجل المصابة في مشكلة في التوافق العصب الحركي مش في الجراح مش في الجراح نفسيها لأن دي رجل سليمة الرجل السليمة دي رجل السليمة يعني محمد محمود اصاب في الرجل السليمة مش في الرجل المصابة واخد بها حضركي زي ده بيأكد في مشكلة في التوافق العصب الحركي أثناء ما هو بيجري الرجل السليمة يعني التوافق العصب الحركي ان انا عايزة اخلي سرعة رد الفاعل في الركبة انا عايزة اخلي المريض يكون عنده سرعة رد الفاعل وهو بيجري رجله لو لفت شوية هيقدر يمسك نفسه ولا يتقطع الرباط السليم معانا مدخلة مين اوستاذ خالد من القاهرة ناخد مدخلة يا دكتور ماشي ونكمل بقيت موضوعات عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام ممكن يخلي من فضلك فضل فضل حضرتك اه دكتور انا حضرتك اه عندي اه اه المداني يعني عندها الحلاق طبيعي في العمود الفضل المتحدة في عندها منطقة منخفضة ومنطقة متسعة والحكاية دي المها بالزيد يوم عن يوم آآ يعني آآ قالولنك راح خطت جدا في الحالات اللي زيها وكل اللي يكتبونها متكنات وهو ده اخرها يعني ده 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 اخر اخر قطة طاعتها كده ولا لا لها حل شكرا لا آآ طيب ماذا تتسألوا حاجة دكتور لا لا خلاص احنا ممكن هنتكلم يعني خلال تقاوص العمود الفقر اه اه هنتكلم في الحاجات امتى امنا ريضي حتى الجراحة في الحاجات ده نشكرك استاس خيلت طيب اه اه في حاجة اه نضمن السبات الرياضية برضه عشان كامل الموضوع اه حاجة اسمها السابونة بتاعت الركبة بيحصل فيها خلعة برضو السابونة بيحصل فيها خلعة بتحتاج لتقوية عضلات معينة وتوافق عصب حركي بنتلاشة انا بيتكلم على السبات الرياضية بشكل عام بشكل عام اه الصابونة اللي فيها خلقة دي هاش تدخل جراحة اه في حالات معينة بتحتاج تجاكل اه وفي حاجات بتحتاج تدخل احنا بيتكلم ازاي نمنحها سواء اه قبل الجراحة او بعد الجراحة في كل احوال غير لازم لازم هتحتاج على الطبيعي سواء قبل او بعد بنقوى عضلات معينة وبنزود جرعات التوافق العصب الحركي فالصابونة بتثبت وعندنا برضو اصابة المفصل الكتف الاربطة سعيح الاربطة والاوتار بتاعت مفصل الكتف من الاصابات الرياضية المشهورة جدا في العيبة وفي زي ما احنا شوفنا الكابتن الكبير محمد صلاح الموضوع كان مؤثر عليه ازاي في اداء فريبيتها وكلام ازاي كده الحاجات ديت كلها بنشوف الاصابة انهي رباط وانهي عضلات اللي احنا محتاجينها انقويها بالنسبة لمفصل الكتف وبردو التوافق العصب الحركي مهم جدا ان احنا نشتغل على العضلة العضلة والتوافق العصب الحركي ما الاتنين ما قادرش افسرهم عن بعض مرتبطين جدا مرتبطين جدا بعض عضلة بقوية عشان تكون قوية والتوافق العصب الحركي عشان اربط المخ بالعضلة فالاداء يكون فيه تناغم او انسجام او ما حصلش ان احنا نشتغل على حاجة ونيجي نبوزها بعد كده بقى اني مفيش تناغم مع عصب يحرف في بالنسبة للحاجة اللي مشتغالي ده بالنسبة لكل ما يخص الاصابات الرياضية طيب ننتقل بقى احنا عيك قلتنا ان كمان يعني من ضمن دخوصات حضرتك غير الروباط الصليبي عندنا الام العمود الفقري وعندنا كمان الرقبة والكتف عندنا الام في الرقبة يا دكتور تقريبا كلنا عندنا نفس الالام دي تمام يعني مرض شائع جدا مش عارفة بقى عيب لايستايل يعني عاديين على الموبايل كده بالزبط عاديين على المذاكرة الطلبة بالزبط اللي بيذاكروا غلط بالزبط يعني فين حناء جباري بالزبط مذاكرة موبايل بالزبط نقاعدين على مكتب سواء مكاتب بذلك حكلمنا شوي عن الاصابات دي اول طيب اولا خلينا نقول العمود الفقري الحقيقة بيشغل حيز كتير من الناس لان هو فيه الناس مش عارفة تروح فين في علاج العمود الفقري تشخيص بالزبط الناس كتير لا التشخيص بيتعرف بس ازاي عالج العمود الفقري صح ازاي العمود الفقري اولا قبل ما اتكلم على العلاج خلينا اتطرق ان العمود الفقري ده ربنا سبحانه وتعالى خلق في ميكانيكا انحناء اين واحد فوق واحد تحت واحد فوق ما اللي قدام واللي تحت رجع لورا فلما بنتكلم ده طبيعي للعمود الفقري ده طبيعي المشكلة بتحصل الام لو هنتكلم على فوق الام الرقبة بتحصل نتيجة انحناء للامام الانحناء ده زاد عن المعدل الطبيعي فاصبح فيه تغير في الميكانيكا العمود الفقري الميكانيكا بتاعت الرقبة نفسها تغيرت واخد بالحضرتك ازاي فبتدي المريض يبتدي يقولك انا رقبتي مش قادرة حركة كويس انا رقبتي في صداع احيانا انا كتفي من فوق من الورا وداني كده للرقبة مش مزبوط يعني بيقصر على الودان بيقصر على الصداع مش بيقصر على الودان الموضوع مش كده خالص مش تأثير مباشر تغير الميكانيكا نفسيها بيخلي ان الفقرات عادة بتكون الخامسة والستة يقربوا من بعضهم طيب بيحصل فيه نوع من تشانج العضلات بتاعت الرقبة العضلات ديت اللي هي قدام ماشي فيها الشرايين اللي بتغزي الموخ واحدة يمين وواحدة شمال اذا العضلات ديت يشانجت فهتضغط على الشرايين اللي بتغزي الموخ فالدم بيوصل الموخ بشكل كاته ده موضوع كبير قوي يا دك يعني احنا بنتكلم في ألام عمود فقري كده اللي هو احنا موجعين بس الموضوع لي أبعاد ليه أبعاد طبعا الموضوع انا بكلم حضرتك على حاجات يعني مع زيادة طبعا من كل حالة بنفصل عن التانية طبعا فيبتدى المرض يقولك أنا احنا بيجي لصداع احنا بحس ان جماغي تقيلة ومش متزن الكلام ده كله وهو مش رابط الكلام ده فيه ناس كتير جدا يعني فيه مرضى بيشوفهم كتير بياخدوا موضوع القلب دايما يعني برضو ممكن اللي علاقة اه الصداع الممكن يجي فيه واجع في السدر احيانا العضلات بتاعت السدر يعني اللف الاول اللفة بتاعت القلب ويبقى في الاخر اللفة غلط حد يقوله بقى يعني ايه طب شوف رقابتك كده شوف رقابتك كده في الموضوع طيب الصداع ده عرض من الاعراض فيه برضو العضلات لما بيجوا فيها شادي زيادة عن نزوم بالنسبة لعضلات الرعبة بتعمل طانين في الودن المريض يقولك أنا أنا رعبتي واجعيني بس أنا وداني من جوة واجعيني ده من العضلة بتكون منشأ العضلة من وراء الودن نفسيها تبس تأذينك يا دكتور معانا عبدالعزيز من الجيزة هم مش هم مش هفين سيتروع من الدخلات مشكلة أهلا جيز ألو أهلا السلام عليكم عليكم السلام أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك وأهلا بيك أهلا بيك سلام أهلا بيك صحة تفضل 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 حضرتك تفضل عبدالعزيز ايه سؤالك كنت عملت عملها البنتي في المستشفى بدون ذكرى أسماء اللي شعر للأطفال اللي هاتل بابة اه فكانها مولودة طبيعي بخلعة المفصل مفصل الحوض آه خلقت مفصل الحوض تمام والدت بتقول الكيسار عادي تمام فعملنا عملية عملنا أو العملية فالعظمة لفت فالدكتور قالني ثبتها بشريحة ومثامير هم فثبتها بشريحة ومثامير برضو للأسف برضو العملية فاشلت تمام فعملتها على حساب الدكتور خاص فرد برضو المفصل بتاع المفصل تاني على الحوض قال لي العظمة لفت برضو قال لي ثبتها بشريحة فثبتها بشريحة أنا شوفتها مع الدكتور ما عملنا لشريحة بعد العملية برضو العظمة اللي هي رأس المفصل مش في مكاننا زي المفصل الطبيعي تمام فالدكتور بقول له طب هي كده هتمشي طبيعي قال لي لا ده هي يعني اي اول ضربة يعني ازع الاول عملية المصابة لاجات مزبوطة بالزبط لأ طوله يعني انا جاي لحضرتك ليه انا سايب الحكومة وجاي لحضرتك عشان يعني طب بيه الحل يعني هي لغد الوقتي اربع عمليات اهوت ولسه في عملية اللي احنا هنشيل فيها الشريحة وبرضو البنت اربع اربع عمليات اربع عمليات عملتها اربع وعندها تلس سنين طب عملت علاج طبيعي قبل كده عملنا علاج طبيعي بعد اول بعد سنة عملية وركبنا جهاز اللي هو مباعد اللي هو اسفاق بين ده جهاز مع ده الدكتور كان كتب هزنا برضو نجيبه وبرضو للأسف برضو تمام يا سيد عبدالعزيز تمام طب ايه الحل من وجهة نظر بتاعتك الحل انا هقول لحضرتك على الحاجة طبعا اربع عمليات بنسبة لطفلة نشكرك نشكرك استاذ عبدالعزيز بالنسبة لطفلة يعني احنا يعني دي طبعا ده كتير جدا هي وفيه مشكلة بنعاني منها مفيش تعاون ما بين الجراح وما بين العلاج الطبيعي انا كنت لست اقول لحضرتك وفيه مشكلة في العلاج الطبيعي هنا والتكامل نفسه وفريجي اللي احنا بتشتغل كلنا مع بعض انا ولو الحالة دي قدامي يعني لو انا اللي بعالجها او الحالة دي جات قدامي لازم اتكلم مع الجراح عمل ايه بالضبط واقول له رأيي الحاجة دي ممكن من يعمل فيها ايه كذا كذا انا هساعدك في كذا هو يقول لي كذا نتبادل القراءة بان احنا نوصل لأفضل نتيجة لبنت لكن مش كل حاجة هروح اعمل للبنت عملية يعني اول صح ان كان استاذ عبدالعزيز يروح لجراحي الاول ولا لعلاج طبيعي الاول لا الجراح مفيش مشكلة في لا طبعا الجراح لان الحالة دي هتروح لازم عايزة بس يبقى فيه خلق فيه كونتاكت ما بين العلاج الطبيعي والجراح ونشوف فين القصور لان فيه حاجات عندنا مثلا جراحة اقول له انا مثلا ممكن البنت دي انا هقوي لك عضلات معين احنا الاثنين بناخد قرار ان احنا نوصل لا افضل نتيجة العلاج مش منفرد مش كده خالص او الجراحة مش لوحدها او الجراحة مش لوحدها حضرتك ازاي فانا مدرش احكم عليه انا البنت ديت لو انا هتكلم لازم يكون فيه تعاون وثيق ما بين الجراح والعلاج الطبيعي الاثنين لازم يتكلموا مع بعض كتير جدا ويتناقشوا ايه المثالية في العلاج هزير طفلة اه طبعا ثلاث سنين واقول اربع عمليات دي طبعا عضلاتها اكيد اتأثرت كتير جدا 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 حقيقة اه طبعا ثلاث سنين صرير جدا طبعا طبعا طيب بما اننا بنتكلم عن الام العمود الفقري كمان معنا دلوقتي فيديو خاص بالعمود الفقري احنا كنا بتكلم عن الرقبة يعني خل الفيديوهات يطرد واحنا نتكلم بشكل عام بحيث ان احنا احنا كنا بتكلم في الام الرقبة الاعراض بتاعة الام الرقبة وعلاقتها بالاذن والخضاء في بعض الحالات لما الموضوع بيزيد بقى شوية بيحصل فيه حاجة زي الاتب اه مشكلة دكتور عند كمان المراهقين المراهقين عشان الموضوع السوشال ميديا دلوقتي المويلات الاعدة الغلط والاعدة الغلط والاولاد الصغيرين عاد مدمنين للمواضيع دي من سن ابو بكر فتلاقي الولد قاعد موضوع اختلف دي اه على اللاب او على الكمبيوتر او على المويل منحني شوية فهو لسه جسمه بينمو اصلا يعني دي في مرحلات سن صغير لسه بينمو لسه دهروا عدلات دهروا اصلا فهو بيبتدي يغير الميكانيكا العموض الفقري من بدر اوي من سن مبكر اوي للموضوع ده نعمل ايه دكتور محاول لحضرتك اولا لازم ننصح الاباء في البيوت ان يخليوا بالهم من الاولاد ما يعدوش فترات طويلة وان نحط الاولادنا عقلة في البيت كده في كل مكان في البيت انا عندي في البيت عندي اولادي عمل لهم في كل مكان عقلة بحيث ان هو كل ماشي في كل حتة في البيت يتشعلق على العقلة دي حيث ان عشان يفرد ده العموض هو قاعد ساعتين على الكمبيوتر اه افرد بقى عوض اه حبيبي خلي بالك وبعد ما تخلص ساعتين يا دكتور ده حضرتك كريم جدا ساعتين بيقعد ده لا لا يعني انا مش معام في البيت فتكلم شكل عام لا ده بيعوضوا ساعات يا دكتور بيعوضوا ساعات خلي لازم نديك فين فيه نصائح هو الاولاد دي مشكلة جيل او حلول يعني اه مشكلة جيل مش مشكلة ولد معين دي مشكلة جيل دلوقتي وطبيعة تكنولوجيا يعني انا هشري قد نقول لهم بطلوا تعوضوا على الموبايل بس يبقى في لازم اديله الثقافة خلي بالك ان زي من تقعد كده ضهرك يا حبيبي حيتقوص حيبو عندك قتب برقابتك كانت وجعك ضهرك منتها تحي وجعك فاتشعلق شوية على العلا ديت ولازم يمرسط رياضة جزء من حياتنا يعني بنسبة الاولاد وهكذا ده بالنسبة للسن الصغير طبعا بالنسبة للسن الكبير بقى لو قلنا القتب ده بيبتدي بقى ياخد معا عضلات الصدر وحاجة والكتف يلف والمريض بقى يصبح لو يبقى فيه التجويف شوية التجويف بشوية بالضبط كده فيبتدي المريض يقولك انا مش بقدر اخد نفس احيانا بالضبط انا كنت لسه هسأل حتى لو كده بيقصر على تنفس او بيقصر على تنفس اه بيقصر على جوة التنفس لان القفز الصدري بيتلم اتضغط اه انضغط فالكفاءة بتاعت الرئتين بتقل فييجي المريض يقولك انا مش قادر انا باخد نص نفس مش قادر اجيبنا وطبعا البديه ان هما بيروح يكشفوا صدر اه هو عادة موضوع القلب او القلب كمان لان العضلات بتعمل قلم في السدر كمان اه يعني انت لما تلاقي مثلا المريض اللي مقاد تبقى او حاجة زي كده اه العضلات دي بتوجوهم وقدام المريض يقولك انا عندي حضرتك هنا شغالة على عضلات الظهر او الفقرات دي اسفل الظهر دي اسفل الظهر دي لسه هنتكلم عليها لاحقا ان شاء الله المفروض ان احنا بنتكلم في الفقرات العنقية اللي هي بتعمل لنا مشاكل بالنسبة للتنفس بالذات ومنتدى بقى نحل المشاكل ديت بقى عشان نعالج صح لازم نعديل الميكانيكا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بها خلقنا بها لازم بقى قاعد العضلات بتاعت السدر من قدام تتفرد لازم القوام بتاع العمود الفقر يكون الرقابة مفروضة نوت كويس بقى دكتور احنا بتتكلم بالعمود الفقر شبن تصبط القاعدة في حاجة اسمها عظمتين لوح الكتف عظمتين لوح الكتف دول بيكون خارجين من مكانهم وطلعين لقدام كده المريض يعمل كده فلهم تكنيكات معينة نتكلم فيها بان احنا بنفرض العظمتين لوح الكتف ونشد الفقرات لو كان في حال الضغط على جزر العصاب اللي يقول لك المريض يقول لك ايديا بتنمل او درعي او كتفي او كلام زي كده بنحتوي الموضوع من كل هذه النواح ده بالنسبة لألام الرعب هننتقل تاني زي من الفيديو اللي قدامنا بموضح تقوس العمود الفقري وده موضوع كبير جدا دلوقتي بدأ هنا فيه تقوس يا دكتور تقوس فيه تقوس في العمود الفقري الا انه ممكن يبقى في الحياة العادية مش باين هو بيبان فيه سن المرقين شوية 18 سنة تلاقي ناحية اعلى من فوق لو الام بتدقى وخصوصا عند البنات هو بيجي عند البنات اكتر البنات المرقات اكتر شوية طيب معنا معيش يا دكتور مداخلة سيد محمد من الجيزة الو السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت بس أسأل الدكتور أشرف أنا عندي تيبس في مفصل الكتف وعملت أشعة فقال الالتهابات على الكتف فطبعا خدت علاج كتير وعملت 36 جلسة تمام مش عارف بيقولولي ده محتاج حقنه كده فهل الحقن ده يعني ضروري ولا ممكن فيه علاج الدكتور أشرف يقول لي عليه تمام حاضر 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 شكرا نسا السيد التيبس بالنسبة لمفصل الكتف الحقن ده بتبقى حاجة مسكنة عشان انت ترتاح من القلم بتاع التيبس لكن أنا عندي تيبس يعني الرأس بتاعة المفصل الكتف في الكابسول ماسكة من جوه فالدي لازم تفك العلاج الطبيعي بيحل كل المشاكل دي الحقن اللي هو بيقول عليه ده يا دكتور الحقن ده عبارة عن دي مش شغلة الحياة ما ينفعش أن أتطرق لها لأن أنا مش أهل التخصص فيها هو حل التيبس حل التيبس اللي بدون أي أسوار جانبية هو العلاج الطبيعي إن أنا عايز أعمل ليونة في مفصل الكتف بحيث أن المريض يقدر يرفع إيده أو ينزل إيده أو يحرك إيده في جميع الاتجاهات بشكل طبيعي جدا من غير ما أضر أي حاجة لكن هو المشكلة في العلاج الطبيعي إن أنا مش عايزه يستخدم أجهزة أنا عايز دكتور متخصص يمسك الكتف كده يحرك فيه بشكل علمي يعمل في ليونة يشد من قدام يشد من وراء من غير ما يخلع الكتف يفك التيبس يفك التيبس بشكل آمن وبشكل علمي هو ده الحل من غير تدخل في حالات معينة في حالات معينة لو الموضوع تيبس شديد بيخش قضة عملية مع جراحة الزام بيبنجوا ويفك التياب touched ويرجع لنا على كتاب طب إحنا عندنا عندنا مداخلات كتير قوي هيا دكتور حقيقة الموضوع اللي هبكلم فيه موضوع مهم جدا طب خلينا ناخد يعني إحنا طب ناخد مداخل ناخد مداخل ناخد مداخل فضل مين ألو السلام عليكم عليكم السلام فضل يعني أكلم دكتور أشرف بعد فضل معي فضل السلام عليكم السلام عليكم حضرت حضرتك انا كنت عامل حدثة في تسعة اربعة تسعة وتسعين يعني الكلام دوت بقى له اكتر من عشرين سنة دلوقتي تمام ركبت مصامير في الفخدة الشمال وناتك عن تركيب المصامير دوت مرض اسمه تسوص عزام اه تمام تسوص العزام دوت عملت له لحد شهر ستة اللي فات خمسة وعشرين عملية خمسة وعشرين عملية تمامي حبيب تمامي اول عملية كان تركيب المصامير تاني عملية رفع المصامير من بعد من بعد رفع المصامير وانا عمل كل سنة بعمل عملية علشان اواجه تسوص العزام دوت وما فيش حل لحد المهاردة من تاريخ اول عملية اللي هو من تاريخ الحادثة بالزبط تسعة اربعة تسعة وتسعين لحد المهاردة لحد المهاردة الجرح عندي مفتوح وبينزف دمه صديد التقرير معايا الصور اللي بجرح معايا أي حاجة متفاهم حالتك يا حبيبي متفاهم حالتك تمام تفضل كم الكلام فإيه الحال أنا شلت دلوقتي آخر عملية دي اللي أنا عملتها في شهر رمضان اللي فات شلت 40 سنطي من فخدة العدم وركبت حاجة اسمها صبة أسمنتية في المنصورة المفروض أن بعد الصبة الأسمنتية ديت على كلام الدكتور أن الجرح هيتقفل والصديد هيروح وهارجع طبيعيا بعد العملية دي بحوالي 10 تيام أو 15 يوم بالزبط بدأ الصديد ييجي واحدة واحدة والجرح بتاع العملية اللي هو الـ 40 سنطي بقى لحد النهار ده مفتوح والصديد جيه كأنني ما عملتش عمليات خمسة عملت كحت وتنظيف في الخمسة وعشرين ركبت سبحة مضادة حيوي زرعت مضادة حيوي عملت استقصال لحن عملت عمليات كتيرة أوى 25 عمليات تمام شكرا شكرا أستاذ أحمد دكتور هيروح طبعا هي المشكلة حبيبي في الجراحة دلوقتي هنا المشكلة في الجراحة الصديد ده بيجي ليه الصديد هي فشل العمليات بسبب وجود الصديد أستأذنك يا دكتور هنرد على أحمد ناخد داخلة دي من ردة على الاتنين طيب مين معنا أستاذ علاء من الشرقية أهلا بيك تفضل سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام يا أستاذ علاء والله يا دكتور ساعة مظهوم النوم بادي ما بقدرش أهوط المغزر أهوطي أنني ألبس المغزر للحزاء تمام وبعدين ساعة ما بمشي وأروح واجه كده عادي بتبقى التوقيع عادي وكل من الشكل اللي بتبقى عادي تمام ولو جيت أتوضى سيادتك مش أقدر يعني يعني دي بقى على طول أجي أتوضى لازم أسمر على حاجة كده تمام موضوع بتاعك بسيط يا أستاذ علاء إن شاء الله هارود عليك حاجة شكرا أستاذ علاء طيب هنكمل كلامنا بالنسبة لأستاذ سيد طيب نكلم أه بالنسبة عشان نكمل بس الإجابة يكون إجابة يعني يبقى خيام بذبت هو هيعمل إيه؟ بذبت 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 لازم بنشوف اشتغل علاج طبيعي بالمانوالسيربي أو العلاج اليدوي وإن أنا بقى فيك تابس لو الموضوع الناشف اللي أنا لو المريد عندي هتعامل معاك علاج طبيعي لو الموضوع هو مش قادر يستحمل أو الموضوع مؤلم والموضوع زايد أو بقاله سنين كتيرة في الحالة دي هلازم جراء عظام هيخش هيبنجه هيحرك المفصل ويجيب لغير رنجات الطبيعية خالص وأنا أكمل معاك علاج طبيعي ده بالنسبة لأستاذ سيد طيب بالنسبة لأستاذ أحمد بالنسبة للمشكلة عندك في الصديد الصديد هو سبب فشل العمليات اللي حضرتك عملتها كلها ديان بقى أنا لو هنصحك لتتواجه للأستاذ الدكتور حازم عبد العظيم في القهرة في مدان الدقي هو أكتر واحد يقدر يفيدك في إزاي تتعامل مع الجراحة بهذا الشكل طيب أو ممكن تتواصل مع الدكتور بعد الهوى ويقول لك هو أصلا الموضوع مش معي أنا دلوقتي هو الموضوع هي في جراحة عظام هو الدكتور حازم من الناس المشهورين جدا طيب بالنسبة لأستاذ علاء مشارئيهم يعني حرقته فيها مسكرة خلنا أكمل بس بالنسبة لأستاذ أحمد لأن أنا حاسس بالمعاناة بتاعته الحياة واحد عشرين سنة بيعمل خمسة وعشرين عملية كبير جدا لو وصلت للدكتور حازم هتشوف الدكتور حازم يعمل معك إيه لو قالك خد علاج طبيعي لازم العلاج الطبيعي يتكلم مع الدكتور حازم يعني لو فرض أن أنت يا أستاذ أحمد أن أنت بدك تاخد علاج طبيعي يبقى لازم العلاج الطبيعي يتكلم مع الدكتور حازم يعني برضو أكيد أنت المفصل بتاعك ضعف وعضلاتك ضعفة وما فيش مفاصل المفصل تأكل فأنت محتاج تقويات ومحتاج تأهيل عشان لما تعمل العملية العملية دي تكون أنت عضلاتك مستعد للعملية تبقى لك حاكمات فهو الكلام هيكون من عند جراح العظم الأول مش من عند أنا بس أنا حتة ملحوظة لازم لو في علاج طبيعي لازم يكون فيه تعاون ما بين جراح العظم والعلاج الطبيعي لو هو هيحتاج علاج طبيعي بالنسبة للأستاذ علاء الأستاذ علاء من الشرقية يعني حركته فيها مشكلة حركته دي فيها مشكلة ما بيقدرش ديت الألام أسفل الظهر العضلات بتاعته من الضر تقوص العمول الفقري من تحت عنده مشاكل في العضلات بتاعت الضر الموضوع لا يتعدى أن هو في العضلات بس دلوقتي بسيط يعني بسيط وممكن يلحقه بالعلاج الطبيعي قبل ما يزيد العضلات دي بتبقى متشنجة نتيجة سبات فترة طويلة جداً لما يبتد يقوم ويتحرك بيحصل فيه ليونة في العمود الفقري فالموضوع بيتفك يعني في مراحل الأولى تقريباً بيقدر نسيطر عليه يعني بالعلاج الطبيعي بالزبط بالزبط طيب خلينا نرجع لموضوع دي ألام العمود الفقري تمام تقوص العمود الفقري الاسكيليوس ده موضوع كتير جداً في الوطن العربي ومنتشر والناس كتير مش حارفة هل التقوص ده يتعالج علاج الطبيعي هل هو جراحة مهمة هل هو إيه اللي بيحدد إزاي نعمل اشتغل مع علاج طبيعي أو جراحة أو جراحة طيب الموضوع ده الحقيقة بيحدد فيه شقين السن كل ما لكون المريض يجي للعلاج الطبيعي في سن مبكر بيكون أفضل إنه هو من كامل كان تقريباً لغاية 17 سنة 17-18 سنة أنا أقدر أغير في شكل عظم أقدر أغير في شكل عظم بعد 17-18 سنة العظم اكتمل ما أقدرش أغيره التغيير بتاعي يكون في العضلات مش في العظم مش في العظم نعم فعشين كده المعلومة مهمة جدا السن ده مهم جدا لو عندي بنت صغيرة مثلا 12 سنة أقدر حتى لو طبعاً الجراحة دي بتتحدد على حاجة اسمها زاوية الانحراف لو زاوية الانحراف دي أكتر من 30 تبقى صعب تغيره حتى لو في سن صغير؟ لو في سن صغير أو أكتر من 30 أقدر أتكلم فيها واخد بالحضرتك معايا يبقى زاوية الانحراف هي المقياس السن لو عندي زاوية الانحراف قريبة من 40 مسلا في سن صغير أقدر أنزلها لسن أقدر أنزلها مسلا من 30 دي تتقس بالأشعة بالأشعة في أشعة بتطلع حاجة اسمها القبس أنجل كده زاوية الانحراف هو بيجي أقول لك زاوية دي كذا زاوية الانحراف دي كذا دي مبدأ التشخيص في العلاج الطبيعي السن صغير بقدر أغير لغير الموضوع لو الزاوية دي أكتر من 35 يبقى الجراحة أفضل الجراحة أفضل لكن العلاج الطبيعي في حالات كتير قوي بيجيب نتيجة طبعا بيجيب نتيجة هو الحل لو بيمارس بشكل علمي وبشكل آمن آه صحيح يعني واخد بالحضرتك معايا لأن التقوص ده في ناحية أنا عندي ظهر محني على ناحية صحيح أنا عايز أعدل الظهر أعدله إزاي الثقافة دي يا دكتور محتاجيني بديها المشاهدين أكتر لأنه موضوع الناس مش عارفة تروح فيه هو الأعراض بتاعت النحناء العمود الفقري بتيجي إزاي عشان بس الناس ممكن تبقى عندها ومش واخد بالحضر آه الأعراض أولا فيه نوعين من النحناء فيه نوع على شكل حرف س وفيه نوع على شكل حرف اس الأعراض بتيجي أن تلاقي مثلا لو أم بتشوف بنتها من وراء تلاقي ناحية أعلى من التاني صحيح فيه كتف أعلى من التاني فيه تقول يا ماما لما بقعد في العربية شوية ضهر بيوجعني جدا يا ماما صحيح ما بكملش نص ساعة ضهر بيوجعني يا ماما أنا عايز أنام بسرعة وهاكذا تفرد ضهرها بتبقى مرتجة تفرد ضهرها أو الأولاد اللي هم بيشيلوا الشنط على ناحية فتلاقيه ضهروا طبعا مهمة إذا نحن بيشيل الشنط على الكتفين بالضبط يظهروا بينحيني في الناحية دي هكذا يعني إحنا شفنا كده ظهر المريض من دولي كده في سن صغير هنلاقي إن الظهر شكل مش طبيعي باقي حتة الألام مش مظبوطة فيه ناحية أعلى من التانية ناحية أو ناحية جاب الكتف كده يا دكتور بتبقى أعلى شوية من لا جاب الكتف أو تحت شوية على حسب على حسب يعني واخد بالحضرتك معايا فيه ناس بقى يقولك لغات لما الموضوع بيزيد خالص أنا عندي ألم في رجلية ألم عرق الناس ده بقى في الحالة دي إيه؟ الموضوع دي بقى يعني زاد شوية مش كل الناس عندها الثقافة زي ما حضرتك قلت أنا عايز أنصح كل أم وكل أب في سن أولادنا الصغيرين ناخد بالن نوع من الثقافة أبص على ظهر أولادنا أبص مجرد بص العلم الشيء مش هستنى من الولد يقولي يا بابا أو يا ماما أنا عندي مش هاكل ظهري جوزة عني لأن الولد مش فاهم الحاجات دي لما بتكون في أول وفي سنة صغير صدقين النتاج بتاعتها بتكون هيلة جدا 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 بتظهر بتعدل وبتزابط وبقول للولد خلي بالك من كذا امسك كذا بنقوى عضلات معينة بنحافظ على شكل القوام بتاع العمودة الفقري النتاج بتاعتها بتكون كويسة وهيلة الأتب يا دكتور الأتب اللي بيحصل مثلا أحيانا بنلاقي مراقين عندهم في حاجة كده بس عشان حيك يعني تصحح المفاهيم اللي هو بيوشع إن ممكن حزام يتلبس بطريقة معينة يرجع الكتفين اللي بورا قولينا بس عشان ده صح ولا غلط وإمتى بنستخدمه هو ما قدرش صح في حالات معينة وغلط في حالات معينة على حسب برضو إن احنا بتشخصنا إزاي لا مش كده خالص هو الحزام مش هيعالج مال هيعمل إيه هو الحزام بيتلبس يعني خلينا أقول لحضرك لو فيه أتب لازم علاج طبيعي إجباري إجباري أنا بعد الجلسة عشان أحافظ على الوضع اللي أنا وصلت له هيلبس الحزام في الوقت اللي عشان يحافظ على لنا العلاج الطبيعي اللي وصل له يعني هو مرحلة تانية مش مرحلة أولية هو بيحافظ ومش بيتلابس دايما لأن كتر لبسه الغلط بقى بتاعنا هو لما بلبسه فترات طويلة بيضعف العضلات ده اللي أنا بس ألحبك عليه لأنه هو على النت مثلا بينزله والناس اللي عندها مشاكل بتقوم لبساه عشوائي لا هو عشان نت مش عالج الزبزبات هو أنا عايز أعالج الحاجات دي لازم أعالجها علاج طبيعي بالزبط علاج طبيعي يدوي مش أجهزة مش أجهزة البلد اللي اخترعت العلاج الطبيعي ألمانيا ما فيش حاجة اسمها عندهم جهاز مش بحط زبزبات ولا حط إحنا عندنا هنا موضوع الحرارة مش عارف إيه زبزبات لا ده أنا عايز أمسك العضم نفسه إزاي أغيره إزاي أرجعه وورا إزاي أعدل عضمة لوح الكتف إزاي أفرد الظهر إزاي أفرد الفقرات إزاي أشد الفقرات إزاي أعدل الظهر ده شغل تاني خالص هو ده الشغل ده في جلسات ده في جلسات لكن الحزام أنا لو الحالة صعبة شوية أو عايز أحافظ عليها أو من فضلك ممكن تلبس الحزام أو تلبس الحزام عشان تحافظ على اللي أنا وصلت له على ما نيجي للجلسة التانية لكن مش هلبسه مش ينفع البس الحزام على طول إن دي المساوى بتاعته بقى إن هو بيعمل ضعف في العضلات خلينا أخذ الجانب الإيجابي واسيب الجانب السلبي منه طيب إحنا قدامنا الإيه يا دكتور وقدمنا لل أو الموضوع طبعا مش يخص خالص يعني قدمنا نصيحة للأمهات إنها تبص على ظهر ولادها إدينا نصيحة عامة بقى لنا إحنا الحياة ومارسة رياضة ومارسة رياضة ومارسة رياضة والعقول لحضرتك بس أشارت بيها عشان الفوق إحنا فيه كمان أسفل الظهر ألم أسفل الظهر دي مهمة جدا ومارسة رياضة رياضة معينة؟ المشي أو الجارية أي نوع من رياضة بشكل عام عشان أعمل ليونة في ظهري الظهر لازم يكون في ليونة وحضرتك معينة من فاش الظهر يكون سابت أنا قاعد طول النهار أو وقف طول النهار وهكذا طبعا يا دكتور مغضوة إحنا كلمنا في مغضوة وطبعا نشاهده ونليمه في حلقة حضرتك هتنورنا في حلقات تانية ونجي تقافة أكثر إن شاء الله بإذن الله ونكلم في موضعات كتير احنا عندي موضعات بالنسبة لصابات الجهاز العصوب المركزي صابات النقاع الشوكي الحبل الشوكي الحياة محتاجين كتير والله والله أنا يعني حياة عندي حاجات دين لازم نستعرفها مش كل مريض مثلا عنده قطف النقاع الشوكي بشكرك بشكرك يا دكتور نورسينا بشكرك مشاهدين برنامج لقاء الساعة أشوفكم في حلقة جديدة بالقاء الجيد أحسنا